اشتركوا في القناة وأننا زرناكم مرات عديدة في هذا المركز المبارك ولذلك أن أشكر جميع المسؤولين والمنظمين لهذه الدورات والمحاضرات جهودهم ويعني سعيهم وترتيبهم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع فيها ونجعل هذا المركز نشر السنة وقمع البدعة وإذا كان المركز يسير على هدي النبي عليه السلام والصحابة الكرام فأبشر بالخير والبركة أما إذا انجرف هذا المركز إلى دعوات أخرى ومناهج أخرى فلا شك أن هذا غير مرغوب ومآله إلى الفشل والضياء فأسأل الله عز وجل لجميع المسؤولين على رأس الشيخ عبد الباصل بارك الله فيه وغيره دعوتهم لنا للمشاركة معكم في هذه المحاضرات وهذه المحاضرات تواصي بالحق وتواصي بالصبر أعلم الشيخ عبد الله تعالى started the محاضرات by greeting and giving thanks to the people who organized this مؤتمرات and these lectures and he asked Allah to bless their striving and them struggling to ensure that conferences like this take place he said that I visited you many times in the past and I am grateful for your invitations for having invited me here those many times and he said he asked Allah to bless this مركز for the fact that it spreads the sunnah and it prevents and calls against innovations and he said if a مركز follows this past and it calls towards the sunnah and he prohibits and warns against innovations then it will be a successful مركز but if it takes another path then it should surely not be successful and then he concluded that last bit of his statement by again giving thanks to the مركز and the people responsible foreign people that strive in ensuring that things like this take place and the head of them being the sheikh شعب الله الله تبارك تعالى بلا سموه اختار الإخوة موضوعا مهم جدا حتى نتدارسه في هذه الليلة وهذا الموضوع لماذا نهتم بالعقيدة أو لماذا ندرس التوحيد التوحيد والعقيدة لماذا نركز على هذا الباب بالذات مع أن الدعوات الأخرى قد يتهمون بأمور أخرى غير العقيدة ولكن دعوة السلفية المباركة منشأها ومنطلقها وحياتها في حضرها وسفرها كله مبني على باب الاعتقاد باب العقيدة باب مهم فينبغي التركيز عليه والحرس على مدارسته The shaykh said that the topic that was chosen for this talk was the topic of why do we emphasize العقيدة and why do we make عقيدة our number one priority in our دعوة whilst other دعات make other things their priority and don't give the عقيدة its emphasis but we always give the عقيدة its emphasis because that's the foundation upon which this دعوة is going on and it's the most important topic to give attention to you the shaykh the shaykh said the first reason why we always give emphasis to the عقيدة is that it is the most obligatory matter from the things that Allah has obligated upon us the عقيدة is the most obligatory thing and all the other abwaab comes after this and they're second to this and that's why from an angle of being sincere to the people we call we emphasize this first point which is the عقيدة as sincerity and as a sincere advice for them الأدلة على هذا السبب دليلان احفظوا هذين الدليلين الأدلة كثيرة ولكن اقتصر على بعضها حتى تحفظوها وتفهموها وتعوها تماما أول دليل قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن هذه الآية صريحة بأن الله عز وجل خلقنا لغاية وهدف وهو أن نوحد الله تبارك وتعالى فلم يقل الله عز وجل حتى تشغل بالسياسة أو الحلال أو الحرام أو القيل أو القال إنما قال خلقتم لتوحد الله تبارك وتعالى هذا أول دليل وأما الدليل الآخر حديث النبي مع معاذ عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ تدري ما حق الله على الإباد قال له أن يوحدوه ولا يسلك به شيئا وهذا حديث مشهور تحفظونا جميعا إذن حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يسلك به شيئا فلما نعلم الناس التوحيد نعلم الناس أوجب الواجبات عليهم من الله عز وجل The shaykh said The shaykh said الله تبارك didn't create us أَن يوحدوه 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 بالعقيدة وانتهى قبل أيام بالعقيدة عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء بدأوا بالعقيدة والتوحيد صح عقيدتك وعقيدة أبنائك والزوجة والأولاد والمجتمع كله هذا المنطلق هو منطلق الأنبياء The second reason the Sheikh Hafizullah Ta'ala said is because the call of the prophets and the messengers has always been to start with العقيدة and توحيد they all started by calling the people to العقيدة and توحيد from the time of Prophet Nuh عليه الصلاة to the time of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم What did the prophets say? أُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ Worship Allah, you have no God other than Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى So every single prophet started on that and we followed the path of the prophets What was the statement of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم when he was sent? قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ تُفْلِحُ Say La Ilahe ilallah and you shall be successful Say La Ilahe ilallah and you shall be successful He went on with this عليه الصلاة والسلام and he'd been calling the people for 23 years and then towards the end of his life days before he died عليه الصلاة والسلام he started then again and he was always but he concluded one of the last things he mentioned was him saying عليه الصلاة والسلام لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَةِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمَّ سَاجِدًا May the curse of Allah be upon the Jews and the Christians they took the graves of their prophets as worship places اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِ مَسَاجِدًا so he started with Tawheed and he concluded with Tawheed days before he صلى الله عليه وسلم died so the advice of the Shaykh to us is stick on that path call your family, your relatives, your friends to Tawheed be on that path and always emphasize Tawheed in your dawah السبب الثالث أن الإنسان مهما قوي إيمانه وازداد إيمانه عندما التوحيد لا يضمن نفسه من الانحراف أو الرياء أو الشرك أو الفتنة مهما كنت موحدا وذا إيمان قوي فلا تأمن على نفسك الفتنة ولا الانحراف ما هو الدليل؟ إبراهيم عليه السلام أعظم واحد في زمانه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام تصور إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام خاف أن يعبد الأصنام وهذا الدرس لنا أن الإنسان ما يضمن نفسه إذن لا بد أن يدرس التوحيد كل مرة حتى يسرب هذا الأمر ويتمكن منه حتى يلقى الله وهو على هذا التوحيد فالإنسان في أموره الآن في هذا الزمان الفتن والبلاية والمحن ما يضمن نفسه مناهج منحرفة وبلاية وبلاوي عند الفتن تصل حتى إلى البيوت إما عقادية أو منهجية أو أي أن كان فالإنسان ما يضمن نفسه إذن تدارس التوحيد حتى تكون لك وقاية وحماية وصيانة عن الحراف عن جن الله عز وجل أمام الشيخ رحمه حفظ الله تعالى then said that the third reason why we should always emphasize and give عقيدة our priority is that no one is safe no one can guarantee himself safety from diverting and going off the path no one is safe from riya and shirk and fitness so a person has to always be vigilant and part of that being vigilant is to always and at all times be giving دعوة to توحيد and عقيدة and sticking to that and emphasizing that in our lives and this has always been the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم what did Ibrahim عليه وسلم say was the dua he mentioned he عليه وسلم said وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ O Allah save me and keep myself and my son free and away from worshipping the statues so if this is Ibrahim عليه وسلم where are we so a person is never safe from the wrong manahij or the wrong عقيد today everything is through the internet it will come into your own house so you have to always be vigilant and always keep yourself on this path the machine what is reason peace the because it will control them by the صحة الاعتقاد والحذر من الشرك قال عز وجل وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ ثم قال لأن أشركت ليحبطن عملك لأن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين هذا محمد عليه الصلاة والسلام إذن إذا الإنسان أشرك بالله عز وجل أو رأى عمله محبط فلما نهتم بالعقيدة والتوحيد نضمن قبول الأعمال ونضمن عدم رد الأعمال علينا فمن أشرك عمله مردود محبط ومن رأى عمله مردود إذن ادرس التوحيد وأصوله وشروطه ومبادئه والعقيدة وتعلم ما هو الشرك ما هو الرياء حتى لو عملت عملا يقبله الله عز وجل أما إذا وقعت في الشرك أو الرياء ولم تهتم بالتوحيد قد تعمل أعمالا يرده الله عليك يوم القيامة إذن السبب الرابع أن قبول الأعمال وعدم قبولها متوقف على إيش رحة العقيدة والتوحيد and teaching them about the opposites of that before you لَإِن أَشْرَكْتَ if you associate others with Allah لَيَحْبَطَلْنَ عَمَلُكَ your actions will be null and void so by learning the correct عقيدة and توحيد and by staying away from riya showing off and staying away from shirk associating others with Allah تبارك وتعالى and His worship we ensure that Allah تبارك وتعالى accepts our actions because we've come with one important condition for your actions to be accepted السبب الخامس أن توحيد الله عز وجل بحد ذاته هو من مكفرات الذنوب بعض الناس أول ما لا يسمح هذا الكلام إذا واحد وقع في معصية أو ذنب كيف يزول إما بالاستغفار صح أو التوبة صح أو حسن موحية توحي السيئة صح في بعد مكفر آخر وهو توحيد الله كونك موحدا هذا بحد ذاته يكفر الذنوب حديث قدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا شوف لو أنت سان أتى الله الأرض كلها معاصي فعلها هو ثم أتيتني لا تشك بشيء أتيتك بقرابيها مغفرة فلما سان وحد الله عز وجل هذا فيه تكفير الذنوب والمعاصي والسيئات فالمعصية إما بالاستغفار تكفر أو التوبة أو حسن موحية أو بلاية ومحن مكفرة بلا يكفره الله أو توحيد الله عز وجل فلما تدرس توحيد كأنك عاصم من الذنوب ومكفر من الذنوب التي قام فيها العبد فإذن الحرص على هذا الباب أيضاً لها علاقة بالأخلاق والسيئات والحسنات فمن وحد الله عز وجل ولقي الله بالتوحيد غفر الله لذنوبه كله ولا يبالي عز وجل لا Another point another important point and a reason to emphasize توحيد is that توحيد is a means by which our sins are expiated and wiped off Shaykh says you might be surprised but توحيد is a means through which we will get our sins and our shortcomings expiated and wiped off what we normally know is that you need استغفار أو توبة or you need to come with a righteous deed and that righteous deed wipes off your bad deed or Allah tests you and puts you through a calamity and by that your sins are wiped off but he said not only that coming with توحيد and being a person of توحيد complete توحيد and not associating others with Allah in his worship is a means by which we get our sins expiated and he said he mentioned the حديث قدسي وAllah تبارك وتعالى says يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله تبارك وتعالى says if you come to me with the whole earth if you come with me with the whole world filled with sins and you come to me not having associated anything with me in my worship I'll meet you with that amount of forgiveness ولا أبالي the same amount of forgiveness and without thinking twice about it so Allah تبارك وتعالى is coming with this amount of forgiveness why because of a person's توحيد so it's important for that reason as well to emphasize التوحيد in the correct عقيدة في الآخرة والأمن للنار كل هذا موقف للتوحيد قال عز وجل أي الفريقين حق بالأمن كنتم تعلمون هذا السلام إبراهيم عليه السلام الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بشرك ولكن لهم الأمن وهم مهتدون الشرك الذي الظلم هو الشرك فمن وحد الله عز وجل ومات على التوحيد أمن في الدنيا واهتدى في الدنيا وأمن في الآخرة واهتدى بالآخرة لذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بظلم أي الشرك ولكن لهم الأمن وهم مهتدون فمن حقق التوحيد الله عز وجل سينال الأمن والهداية في الدنيا من الله تبارك وتعالى ويوم القيامة من مات موحدا حرم الله عليه النار وادخله الله عز وجل للجنة ومن مات مشركا حرم عليه الجنة وادخله النار تبارك وتعالى فإذا لما نعلم الناس التوحيد والعقيدة نعطيهم الأمن والأمان والهداية في الدنيا والآخرة فمن فرط في ذلك ضاع عنه الأمن والهداية بقدر هذا التفريط بقدر ما فرط ضاع الأمن وضعت الهداية في الدنيا والآخرة فمن كان له الأمن الكامل هذا الذي يوحد والله توحيد كاملا the shaykh then said the sixth reason why we should emphasize عقيدة and توحيد is that with عقيدة and توحيد comes الأمن والهداية comes security and guidance security and guidance in this world and lack of fear and the same in the آخرة what did الله تبارك وتعالى say in the Quran those who believe and do not mix the iman with shirk and do not mix the iman with shirk it's free from shirk those are the ones that have security and lack of fear in this world and hidayah and guidance and the same in the آخرة and the same in the آخرة so by teaching this and getting people to come with توحيد and عقيدة we give them this with the permission of Allah تبارك وتعالى and the more complete a person's iman and tawheed is the more his amn and hidayah in this world and the آخرة is and those that have complete amn or with complete توحيد ولذلك ختاما أقول ينبغي على كل واحد من أن يدرس الاعتقاد وصحة الاعتقاد والتوحيد الله عز وجل الكتب متوفرة والمواقع المشايخ في الانترنت أيضا متوفرة حرصوا على هذه الدروس العلمية المتعلقة بالتوحيد والعقيدة لا شك أن فيه دروس الحق والسيرة والأمور أخرى ما في بس لكن الأساس والمنطلق هذا الباب لا تنشغل بالسياسات ولا بالقيل والقال ولا بالأسئلة في الأمور التي يعني لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها يعني بعض الناس ينشغل بأمور يعني ما يفيده شيء في دينه ويفرض في باب العقيدة والتوحيد فنقول وصية لكم جميعا احرصوا على هذه الدروس وعلى هذه الأبواب واحذروا بالمقابل احذروا مواقع المشبوهة في الانترنت مواقع الالحاد مواقع الشرك مواقع الضلال بعض الناس يقول عندهم كما يقال عندهم بلاغة شف يعني أنا خلاص أنا أعرف الحمد لله أريد أن أدخل حتى أعرف ما عنده القوم من الضلال والحراف فتأتيه الشبهة تلوى الشبهة حتى ينجرف ويكون مع الضالين والمحارفين فلا تدخلوا مواقع الالحاد ومواقع للحراف لأن هذا مواقع خطر جدا وسمومها الآن تنتشر ودعاتها لهم الآن مواقع ولهم حسابات ويتحركون ويعني باب الحراف في هذا بالذات خطر جدا حساس جدا لا تقترب ما عندك من عقيدة ومن توحيد الشيخ هذا عبدالله القصيم الذي كان في أول في القصيم يسمى شيخ الإسلام ولهم مؤلفات في الرد على الملحدين ثم انتكس وألحد انتكس وألحد ومات في مصر كانت له كتب في العلم والتوحيد والرد على الملحدين ثم فتن واقترب نفسه وألحد ومات ملحدا شوف كان هذا كان عالما وهناك أيضا واحد مصري معروف مشهور هذا مصري كان خاتم القرآن وكان له حلقات تحفيظ المساج في مصر وهو يقول ويقول حدشت سبع حجات وكنت حفظ الطلاب في المسجد ولكنه الآن الآن عنده موقع رسمي في الإلحاد وهو شيخ الملحدين وهو رئيسهم حتى لما في المقابلات الشخصية في البرنامج يناقشه أحد المشايخ والشيخ إذا تكلم معه يأتي بآيات يقول لحق الشيخ أنا حفظها تقول أنا حفظها وأكمله لك شوف كيف الفتنة صرت يختم القرآن فالله الله يعني احذروا من هذه المواقع المشبوهة لا تدخلوا فيها ما يجوز هذا الإنسان ما يضع الزيت يعني قرب النار ويقول البنزيل قرب النار ويقول ما تحترق لا تحترق فإذا لا تحوم حول الحمة تعد عن مواقع الضلال والانحراف في انترنت وتعلم دروس العلمية في المشايخ السلفيين ومعتبرين واخذوا الدروس هذا وتأصل ولا تهتم هذه المواقع لها علماء يردون عليها صح أنت لست معنين بهذا الباب بل قد تسمع كلاما وشبهات تنطلع عليك لا تعرف لا إجابة فيبقى في نفسك الفتنة والشبه فنصيحة لكم أن نهتم بكتب التوحيد والعقيدة والدروس العلمية ولا نهتم ولا ننشغل في أمور أخرى قد تضرنا ولا تنفعنا مزاكم والخير بارك الله فيكم الشيخ حفظ الله تعالى concluded المحاضرات بكتب التوحيد بكتب التوحيد there are a lot of people who are busy in themselves with that which doesn't really benefit them much and they're heedless about these important aspects of their life prioritize that which needs priority give عقيدة and tawheed its priority and learn it correctly and also he said stay away from and be wary of websites that are misguided websites of atheists and all the other incorrect and misguided ideologies he said don't enter them with the mindset of I will learn let me see now I know I've got a bit of knowledge let me see what they've got let me try to learn it let me try to look into it so that I can refute it or I can argue with them because he says this is a means by which you get misguided yourself don't get too confident in your ability and test yourself say I can handle it because it can misguide you and it's very dangerous he said there's a sheikh who's called Abd al-Qasimi who used to write refutations about the mulhideen the atheists and he used to write a lot about it and he's got publications but he himself ended up as an atheist and he died as an atheist because he got afflicted by it and he he got he trusted his own knowledge and capability too much and he said there's another person as well who memorized the Quran and he had and used to teach the Quran he did hajj seven times but now he's become an atheist and he's got his own website and he calls towards it so this is a very dangerous path to thread to stay away from those websites they've got accounts on social media they've got websites don't enter it don't get close to it learn your aqeedah emphasize your own aqeedah and tawheed sit under the scholars for this refuting them and going into their website and seeing what they've got of misconceptions and doubts and refuting it that's for scholars there are people who deal with that don't enter that bab which we have nothing to do with but we should learn our own aqeedah and tawheed and give it its emphasis the emphasis that it requires we've just concluded if anybody got a question the sheikh is here ready insha'Allah ta'ala to answer any of your questions as for the lecture is concluded insha'Allah ta'ala aqeedah eyo ha 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 المسجد يطلع فيه على جنزة في ضريف ويطلع في المسجد الضريف طور كبير في المنطقة في السيارات في المنطقة ما هي أرض المسجد بالكامل ما هي أرض المسجد أنا أعرف فيها طوفة ومتهكة لا أرى هذا لا يدخل في الحرمة أن يكون داخل المسجد داخل الذي يصلى فيه أو يكون جهة القبلا يكره السرات فيه لكن إذا كان داخل يحرم السرات فيه الله يبالك أخبر 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 أخبره كان يستطيع فشهر على السياسة هناك فميستطيع فشهر على صفحة كما تستطيع فشهر في المسجد كما تستطيع فشهر على مسجد فملاح سيكون فشهر في المسجد فإن أنه لا يسعى وإذا المسجد هنا وقالها مباشرة في المدينة فإن المسجد هنا سنعبها ولكن إذا لم يكن في المقبلة المسجد في المدينة وقالها مباشرة فإن لا يوجد المسجد أي شيء أخرى؟ إن شاء الله هل هذا في المسجد أو فقط جنرال؟ لكن إذا لم يكن هناك حاجز وكان التواليد أمامه لا يصل إلا إذا لم يوجد أي مكان آخر ينبغي أن يبحث عن هذا المكان إذا لم يكن هناك مكان وضع الوقت يضع أي حاجز يغطي التواليد ويصلي جهته وذلك لا يجوز بناء التواليد حقاً عن جهة القبلة هذا الراجح قال الفقهاء الراجح أن يبنى الحمام عكس جهة القبلة هل أعلم الشيخ؟ الشيخ سألت أن something is blocking it and it's not directly open to the toilet seat there's no problem but if it is then he shouldn't pray there and if he can't find any where else to pray first he should try his best to find somewhere else to pray but if the time is running out and he cannot find any where else to pray then he can pray there يجب علينا جميع upstacles بينهماً بينهماً وحناً وحناً على المشاهدة يجب لا تجلبهم تجلب أمين ؟ يجب علينا بسطنة وحناً يجب علينا عندما تجلبه أتبع نعم soft تسمي في قلبك نشاء الله تسمي في قلبك وتتووضع في الحنافية مقسلة موجود في الحمام دكلا Barad Ali said is it allowed to make wudu in the toilet with the toilet sink and then come to the masjid having done your wudu the Sheikh said yes there's nothing wrong with doing that as long as the sink is there and you're making your wudu just say utter the name of Allah task with the raksh and make it a vudu and let it come out it's no problem I don't know I don't know I don't know سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله لأنت استغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم و بحمدك